الحقيقة قبل ما ابدأ فيديوهاتنا يريد نبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في بداية الامر عايز اتكلم على المباراة بشكل تفصيلي وعايز اتكلم على تشكيلة المباراة الغريبة الحقيقة تشكيلة غريبة جدا بدأ بها مارسل كولر كولر بدأ في حراسة المرمى بمصطفى شبير لعب في اليمين محمد هاني في الشمال اللاعب عمر كمال عبد الواحد في اتنين مساكين رامي ربيعة وياي عبد المنعم كالعاد لعب في وسط الملعب بأفشة ومروان وكوكا ولعب بسلاسي امامي بكهربا وطهر محمد طهر وانطوني موديست الحقيقة تشكيلة عليه علامات استفهام كبيرة جدا خصوصا انا مش عارف يعني مارسل كولر بيعاند نفسه ولا بيعاندنا يعني بيعاند نفسه ولا بيعاندنا ما عرفش ايه الفكرة ان انت تفضل مصر ان انت تبدأ بموديست تم تلعب بكهربا ونزل رضا سليم نزل احمد عبد الادر الا انا شايف من وجهة نظري مظلوم عبد الادر مظلوم ظلم رهيب مع مارسل كولر الحقيقة يعني انا مش عارف يعني يعني زي ما بتدي فرص لانطوني موديست ادل عبد الادر عبد الادر المسلم اللي فات كان مكسر الدنيا لو تفتكره لو تفتكره الكلام ده ما عرفش مارسل كولر في دماغه ايه عارفين كلنا ان عبد الادر اكتر لعبه فردي وده طبعا ان هو عنده مهارات بتديله الكلام ده يعني بتسمح له ان هو يرقص ويبقى فردي اي نعم يا الكرة كرة جماعية والنادي الاهلي كولر ما بيحبش اللعب الفردي الكتير ولكن فيه اوقات بيبقى مطلوب اللعب الفردي طهر محمد طهر يعني صاحب اسست الهدف بتاع كهرباء في الشرط الاولاني بس انا شايف الحقيقة الحقيقة يعني احمد عبد الادر لو برجل واحدة بعشرة زي طهر محمد طهر تختلف او تتفق معايا دي وجهة نظرك بس انا شايف ان احمد عبد الادر من وجهة نظري لو برجل واحدة بعشرة زي طهر محمد طهر الحقيقة كمان انا ما عرفش يعني انت عمر كمال عبد الواحد يبدأ شمال يعني عمر كمال عبد الواحد يبدأ بك شمال لي يعني ده اللي انا عايز افهمه يعني ده اللي انا عايز افهمه عمر كمال يبدأ يعني يبدأ ليه تمام بك شمال وانت عندك على مقاعد البودلاء كريم الدبيس يعني انت عايز تقنعنا بايه يعني انت امريح علي معلول ومخرجوا برا القيمة خالص ما انت عندك كريم الدبيس ما تبدأ بي يعني على معلول ممكن ما يجددش مع النادي الاهلي فمش هيبقى قدامه غير كريم الدبيس ومحمد شكري اللي هو هيرجع من من الله ما صلى عنه من سراميكا لكن ما ينفعش الحقيقة انا شايف ان التشكيلة فيها ظلم كبير جدا لكريم الدبيس وظلم كبير لعبدالقادر وظلم كبير ليه وسامة ابو علي اللي بنقول له حمد الله على السلامة كان لازم يبدأ رضا سليم كان لازم يبدأ قهربة كان لازم يبدأ مهاجم يعني انت لو بتلعب بعبدالقادر ورضا سليم وقهربة سولاسي امامي هتكسر الدنيا من البداية لكن ايه الفكرة ان انت تبدأ يعني معرفش اصرارك الغريب يعني فيه اصرار غريب منك على انتوني مودس اصرار غريب انا يعني مش ادري افهمه الحقيقة كمان احمد عبدالقادر يعني لسه برضو كولر مصر ان احمد عبدالقادر يا جدعان احمد عبدالقادر لعب كبير لعب كبير يعني كولر من المدربين اللي هي مبتصفاش بسرعة الحقيقة مبتصفاش بسرعة وانا بقولك احمد عبدالقادر لو راح الزمالك هيبقى حق لان احمد عبدالقادر لحد الان صابر على كولر كولر خلاص انت محتاج احمد عبدالقادر الوقتي ده بالذات وتجهزه في المباراتين دول بالذات وصوصا انت عندك الزمالك وعندك مازين بيوم تسعتاشر حسين الشاحات هيغيب عندك عن مباراتين مازين بي كمان يعني من النهاردة لحد مازين بي ما يخلص مبارات مازين بي يعني اذا انت محتاج عبدالقادر لو حصل اصابة لتاو او 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 طاهر او 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 رضا سليم فانت محتاج احمد عبدالقادر محتاج ان انت يعني تديله محتاج ان انت تصق فيه مش تحط عليه الحقيقة مصر الكولر اصبح عليه علامات استفهام كبيرة جدا يعني خصوصا ان هو هي بيبدأ بعمر كمال شمال والتعاوهو عنده كريم الدبيس علامات استفهام كبيرة كبيرة جدا اا النادي الاهلي ادى مباراة كويسة جدا وطبعا عايز اقول مدرب نادي امبي ماينفعش ان انت تضغط على النادي الاهلي من بداية المباراة لان دا طبعا فرق الخبرات وفرق اللعيبة وجودة اللعيبة في النادي الاهلي اعلى بكتير من نادي امبي فبالتالي انت مش هتقدر تجاري النادي الاهلي فما كنتش هتقدر تجاري النادي الاهلي برضو طريقة لعب غريبة من مدرب نادي امبي ان هو بيلعب قدام النادي الاهلي بهجومه بالناس دي وبيفتح الملعب حاجة غريبة جدا كمان عمر السولية اللي كسر الدنيا في مباراة سيمبا تنزين المباراة اللي فاتت واللي جاب الهدف الاولاني اللي النادي الاهلي جميل اوي بريحه كمان انا كنت اتمنى ان هو يريح مصطفى شبير ويده للزنفولي خصوصا ان انت ما عندك شغل مصطفى شبير مقيد افريقيا ان هو حمز علاء يعني مصطفى شبير لو قدر الله لقدر الله وجراله حاجة انت خسرت المركز ده فكان لابد لابد ان انت تدي للزنفولي في الدوري وتدي لمصطفى شبير في دوري ابطال افريقيا حقيقة علامات استفهام كبيرة من مارس الكولر على لعبه على طريقة لعبه على لعيبة كمان يعني هو بيريح لعيبة وعنده بودلاء عنده بودلاء انت ريحت معلول عندك كريمي الدبيس ريحت برس تاو عندك رضا سليم حزين الشاحات انصاب عندك احمد عبدالقادر وخلي طهر بديل كويس لكن الحقيقة انا مش عارف يعني مارس الكولر بيفكر في ايه وبيفكر بغض النظر عن النتيجة خالص سيبك من النتيجة مكسب او خسارة او تعادل مش هتفرق بالنسبالي كل اللي يفرق بالنسبالي ان النادي الاهلي داخل على مرحلة صعبة ومرحلة فاصلة وحاسمة ومارس الكولر لازم يفهم الكلام ده كويس ولازم يفهم ان اللعيبة بتقع منه لعيب وورا لعيب بسبب الاجهاد وبسبب الشد العضلي وبسبب ضغط المبوريات وبسبب عاجات كتير فكان لازم مارس الكولر النهاردة يعني يد الناس يد الكريم الدبيس ما كان معلول يد الاحمد عبدالقادر عشان يرجع له ثقةه في نفسه تاني اللي هو انا شايف ان مارس الكولر ايه الحقيقة اللي هو ضمر ثقة احمد عبدالقادر في نفسه يعني هو ضمر ثقة احمد عبدالقادر في نفسه اللي انا مش لاقي مبرر انه هو ما يدلوش بقى هو ما يبدأش بيه مبرر حقيقة مش لاقي مبرر يعني اللي قدر الله اللي بيحصل ده ممكن يكون زنب لعيبة كتير في النادي الاهل مظلومة حقيقة لعيبة كتير مظلومة عمدا مش هطول على حضراتكم الحلقة اكتر من كده اتمنى تكون رسالة وصلت لمارس الكولر ان هو لازم يعمل التدوير خصوصا في حراسة المرمى في البطولات المحلية لان انت معندك شعر مصطفى شبير يلعب معاك بطولات قرية تشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية ويريد تقول لنا من وجهة نظرك هل احمد عبدالقادر مظلوم في النادي الاهلي ولا مرس الكولر عنده حال نستنى رأيكم في التعليقات استنوني في حلقة جديدة باذن الله وما تنساش لايك وشير وادعي لحسين الشحاب بالشفيق العاجل هشوفك على خير مع السلامة